بسم الله الرحمن الرحيم حضرات الأساتذة العلماء الخبراء يعني أتمنى أن أنا أذكر كل واحد اسمه لكن حقيقة هذه الكوكبة من يعني القمم العلمية المصرية التي تمثل أكبر قطاعات علمية وصحية في مصر زملائي الأعزاء القدموا من كل مستشفيات مصر 21 مستشفى مشاركين في هذه المبادرة زملائي أيضا عبر كل المشاركين أونلاين المشاركين في هذه الاحتفالية أرحب بكم جميعا وبيشرفنا أن يجمعنا مؤتمرنا اليوم والذي يسعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الجمعية الجراحين المصرية وبرعاية شركة سانوفي إيجب أن نحتفل معا وكل شركائنا في النجاح بأن نجني أولى ثمار مبادرة لا للجلطات الوريدية تدفق يساوي حياة تلك المبادرة التي أطلاقتها الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح في يوليو الماضي تحقيقا لرؤية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في منظور سلامة الخدمات الصحية المقدمة بجمهورية مصر العربية والخروج بها من حيث الفكر إلى أن تصبح واقعا من الموسى يأتي ذلك استمرارا للتعاون المثمر والبناء وتضافر الجهود مع جميع الأطراف المعنية في تحقيق الهدف الأسمى لنا جميعا من الوصول بالخدمات المقدمة بالقطاع الصحي المصري إلى أعلى المستويات العالمية في جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية لم يكن ذلك ليتحقق إلا في وجود دعم حقيقي ومستمر واهتمام بالغ من الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس السيد عبد فتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمضي قدما نحو تطور وارتقاء خدمات الرعاية الصحية المقدمة في مصر وتوجهات سيادته بتوفير كل الدعم من كافة قطاعات الدولة للوصول بالقطاع الصحي المصري إلى مرتبة العالمية في الجودة والسلامة لقد وضعنا منذ قرابة الثمانية أشهر خارطة الطريق للحد من الجلطات الوريدية كأحد المخاطر التي نصت عليها متطلبات السلامة الوطنية كانت واحدة من هذه المتطلبات التي تطلبت منع والحد من الجلطات الوريدية لما تمثله من كونها أكثر مسببات الوفاة التي يمكن منعها وهو ما جعلها اختيارنا الأول في سلسلة المبادرات التي تؤسس لتحقيق متطلبات السلامة الوطنية التي جاءت بها معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة للنجاح في تحقيق أحد الغايات الرئيسية للهيئة وهي الوصول إلى نسبة صفر في المائة من الأخطاء الطبية التي يمكن منعها جاءت الجلطات الوريدية في كل الأدبيات العلمية الخاصة بسلامة المريض بمثابة القاتل الصامت في كثير من الحالات الطبية التي تتلقى رعايتها في المستشفيات وخصوصا حالات ما بعد الجراحة التي قد تؤثر على حركة المريض في حالة غياب عناصر المسح والتقييم للمرضى الأكثر عرضة لمخاطرها وما يتبعه من تشخيص وعلاج للجلطات الوريدية الموجودة بالفعل أو التي توجد احتمالية لحدوثها وتفعيلا لما جاء ببروتوكول التعاون مع جمعية الجراحين المصرية وعلى مدار ثمانية أشهر عكفت مجموعة من العلماء والخبراء المصريين من جمعية الجراحين المصرية الجمعية المصرية للرعاية الحرجة الجمعية المصرية لأمراض النساء الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والجمعية المصرية لجراحة العظام على دراسة النماذج الدولية في تقييم مخاطر الجلطات الوريدية وكذلك وضع بروتوكول قومي للحد من الجلطات الوريدية والذي قامت الهيئة العامة لاعتماد والرقابة الصحية بمراجعته واعتماده ليكون بذلك هو النواة الأولى لسلسلة من البروتوكولات القومية المعتمدة والقابلة للتطبيق بمنشآتنا الصحية تعزيزا وتفعيلا لمبادئ ومفاهيم الحوكمة الإكلينيكية ولأن الذي لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته وبالتالي لا يمكن تحسينه فقد تم تطوير تطبيق إلكتروني لدعم اتخاذ القرار الإكلينيكي السليم تبعا لحالة كل مريض وذلك من خلال قياس عوامل الخطورة وتصنيفها وبالتالي تحديد الطريقة المثلى للتعامل معها ما يمكن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من خلال قواعد البيانات التي يمكن تجمعها وتحليلها من المتابعة المستمرة وتحديد أوجه القوة والضعف في التعامل مع الحالات ذات المخاطر العالية لحدوث جلطات وريدين بالإضافة إلى وضع محددات مثلها تكون بمثابة الهدف الذي يمكن تحقيقه واقعيا والتطوير والتحديث المستمر المستمرين لتلك المحددات بغية التحسين المستمر للأداء الإكلينيكي وما يترتب على ذلك بطريقة مباشرة من تقليل نسبة المراضة والوفيات وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات أو بطريقة غير مباشرة بتأثيرها على استخدام الموارد المتاحة إنه لمن دواعي سعادتنا اليوم أن تقوم اليوم الجمعية المصرية للجراحين وبالتعاون مع الجمعيات العلمية المشاركة بالتدريب النظري والعمل على بروتوكول الحد من الجلطات الوريدية لأكثر من مائة متدرب من ثمان عشر مستشفى من مختلف القطاعات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية لتكون الدفع الأولى من مستهدف التدريب البالغ ألف متدرب وذلك لضمان الفهم الصحيح ومن ثم التطبيق الصحيح لبروتوكول الحد من الجلطات الوريدية بما في ذلك التدريب العملي على استخدام التطبيق الإلكتروني ولأن نشر ثقافة السلامة هو واحد من أهم العوامل تأثيرا في الوصول لتحقيق متطلبات السلامة على أرض الواقع فإنه يسعدنا اليوم الإعلان عن إطلاق المنصة العلمية الإلكترونية نو VTE والتي ستمكن مقدم خدمات الرعاية الصحية ذوي الصلة بالإطلاع المجاني على المحتوى العلمي للتعريف بمخاطر الجلطات الوريدية وطرق تقييمها والأدلة الإكلينيكية للتعامل معها والذي يعد بكل المقاييس إنجازا حقيقيا يضاف لإنجازات جمعية الجراحين المصرية والجمعيات العلمية المشاركة لها ويرفع اسم مصر عاليا على المستويين الإقليمي والدول إن رعاية شركة عالمية شركة سانوفي ذات نجاحات ملموسة في المشاركة المجتمعية في مختلف دول العالم ولها تجربة رائدة في المنطقة العربية في مجال مبادرتنا اليوم لهو شيء مهم ومقدر على أن يؤتي ثماره في ظل توجه الدولة المصرية الداعم لفتح آفاق التعاون مع كل الشركاء بما فيهم القطاعين الأهلي والخاص وأخيرا وليس آخرا وانطلاقا من تنفيذ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للمهام المنوط بها من توكيد الثقة في جودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة في جمهورية مصر العربية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فإن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بصدد إطلاق أولى معاييرها للرعاية الإقليميكية والخاصة بالتعامل مع حالات الجلطات الوريدية وذلك بالتعاون مع كل من الاتحاد الأسترالي لجودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية والجمعية الطبية المصرية ممثلة في جمعية الجراحين المصرية والجمعيات العلمية التي قامت بوضع البروتوكول القومي للحد من الجلطات الوريدية لتكون حجر الأساس نحو تحقيق الحوكمة الإكلينيكية في خدمة الرعاية الصحية المقدمة بالقطاع الصحي المصري ونحن إذ نتطلع إلى مزيد من التعاون والتواصل والتكامل مع كل شركائنا في النجاح من أجل تحقيق جميع متطلبات الجودة والسلامة الوطنية في كل المنشآت الصحية في وطننا العزيز السلام عليكم ورحمة الله